ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر أيها فعلا الأهلي خط أحمر ولكن الخط الأحمر مطالب دايما يواجه صعوبات وعقبات كالعادة أسامة جدوى للدوري أيها جدوى للدوري نستعرض بس مع الناس مطشوط الأهلي وأفرقها قبل ما نستعرض عايزين بس نوضح نقطة مهمة جدا لجمهير النادي الأهلي تحديدا يعني لأن في الظروف دي في الأوقات دي من السنة اللي فاتت كان عندنا ضغط كبير جدا ويمكن فقدنا للأسف نقاط مهمة جدا وأنا متذكرة بشكل كبير جدا من 18 إبريل ل 14 مايو قبل مبارات سانداونز لعبنا 8 مبارات منهم مطشين مع الزمالك وبرغم الفوز وإحنا نقصين على الزمالك إلا أن ضغط المباريات فقدنا نقاط أمام سموحة أمام غزل المحلة وكانت الأمور صعبة كنا ممكن نقدر نقضي على الدوري تماما في الفترة دي لكن ما قدرناش بيت سمو سماني قال تعلمت الدرس فتعلمت الدرس فلازم نبقى بنفكر وبنساعد وبنقدم أطرحات هل هو أطرحات دي؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله قبل ما نستعرف بس الجدد نتكلم الأول في الفكرة أنت مع فكرة الروتيشن الحل المثالي للخروج من هذا المأذك وتأثير إيه ده أو تأثير الإصابات إيه على فكرة الروتيشن بس ده اللي أنا عايز أقوله عشان كده وأنا بقولك حاجة نقط معين ومبارات معينة دي اللي أنا شايف أن الروتيشن لازم توصل للزروة فيه بس هقولك حاجة أنت مش هينفع تعدي أصلا المرحلة دي من غير الروتيشن يعني ده مبدئيا لو أنت فكرت فكرة أنت تعتمد على مجموعة من اللاعبين أو تشكيل أساسي تثبته في كل المباريات اللي جاية دي كده كده هتوقع في المباريات فأنت مجبر أن أنت لازم تعمل الروتيشن وده بيحصل في العالم كله شوفناه في ليفربول شوفناه في الفرق اللي بتنافس في أكتر من بطولة بعد الفرق عندها رفاهية مش عندك ألا وهي إيه أنه ممكن يضحي ببطولة عشان قادر بطولة تاني مش كده وبس أوش أنت عندك أن أنت لعبت فترة مع كأس العالم للأندية ثلاث مباريات في الخارج أزيد فلعبت أزيد لعبت مباريات السوبر الأفريقي في الخارج مع رجاء أزيد فأنت كده لعبت أربع مباريات إن شاء الله بإذن الله تكمل بطولة أفريقيا للنهاية فإن شاء الله بالتأكيد هتلعب أزيد ده في عدد مبارياتك إنما اللي بتكلم بعض الفرق وده طبيعي طبيعي فرق كتير جدا إن أنا مش حقدر أدخل السيزن هذا في كل البطولة آه بالضبط فأنا الأهلي مختلف جمهورك مش هيسمح بفكرة يعني أنت أنا شفت ناس بتبرر ده أصواضح إن المدرب الفلاني ما عندوش رهون على الدوري فمركز في أفريقيا أنت أنا في النادي الأهلي يوم ما تعمل ده محدش هيسمى عليك لا جمهور ولا غير جمهور ولا عقلية المدرب موسيماني قالك أنا جيت فريق هعنده كل حاجة كلمة الفوز ما فيش في قموسه تعادل ما فيش في قموسه فكرة إن البطولة دي ما نقدرش ناخدها على فكرة كان بيقولها بمعنى إيجابي لأن البعض برضو خاد التصريح وبدأ يدخل خناءة مع موسيماني طيب أنا بس عايز أبص على المباريات عشان أقول لكم حتة معينة الروتيشن فيها فيها أو طبعا عشان نستبقى ربطة معينة بس نارد المباريات إحنا عندنا هنبدأ الأهلي والمقصة ده الدوري يوم إيه يوم 23 فبراير يوم 22 فبراير هنضع بعد كده سون داونز يوم 26 فبراير بعد كده فرقه بفرق ثلاث أيام يوم 1 مارس هنا هتروح فرق ثلاث أيام برضو الأهلي والمريخ هتلعب مطشين المريخ في مصر عشان برضو نبقى بنتكلم بأمانة هتيجي بعد كده بقى أنا شايف أن هنا الفكرة اللي هتبدأ يبقى عندك جرس انزار أنت هتلعب شوف أنت لعبت مصر المقصة لعبت سون داونز لحظة بس أنت جاي هنا تقول لي جرس انزار في تمانية مارس ده أنا معاك من يوم المقصة في جرس انزار هروح لبرامدز وبعد كده أنت أقول جرس الانزار المبكت أنا شايف أن أنت هتقدر تلعب في الدوري عندك رفاهات أنك تبدل في بعض الأمور في مصر المقصة الأهلي سون داونز لأنك أنت عملت شوية روتيشن في مطش مصر المقصة هتدخل بالفول تيم في مطش سون داونز هتيجي بعد كده بتلعب في فاركو أنا شايف أن فاركو لازم يكون عندك روتيشن مع احترامي الفاركو بس لازم تدي نفسك مساحة وبعد اللاعبين مجد أفشا كان برضو ما بياخدش بيرستاون شوء الله يدخل تبدأ تعمل مدورة في فكرة حمدي فاتحي مش هتقدر طول الوقت انت وديانجة حطوا هما الاتنين في الملعب مع السولية هتستهلك بدنية طب عندك فاركو يوم واحد بعد كده مباراة المريخ فرق ثلاثة يام أنا بشوف الفترة دي لو نجحت تعمل فيها روتيشن جيد هتيجي بقى تصطدم بأكبر عقبة عندك بيرامينز عندك بيرامينز بعد ماتش مهم في أفريقيا طبيعي هتكون لعبتي بيه بالستاندينج لاينب اللي هو الأساسي بتاعك طب هتروح بعد كده تلعب مع بيرامينز هتقدر تعمل روتيشن أو تبعد لعبين كتير هتأثر عليك كتير جدا فنان في المباراة بعدها عندك ساندونز بره طب هتعمل ايه أنا بشوف ان الأول اللي انت خاف منه ده ممكن نتعامل معاه بس فعليا أنا شايف ان أكبر لحظات الضغط عليك بعد مباراة المريخ لان انت هتبدأ المريخ غالبا باللاينب الأساسي هتروح مباراة بيرامينز مش هيكون عندك رفاية لان انا اساسا شايف من بداية الدور ان بيرامت زوان منافس عندك بعد كده مباراة ساندونز خارج الأرض التلات مباراة دول مشكلة كبيرة جدا طيب خليني بقى قولك انا ليه قلتلك انت خاف من بدري قوي اه بيدفع ضريبة فكرة انك تلعب في كأس العام القندية وبتلعب في السوبر الأفريقي ليه لان هو ده اللي بيحصل العادة نادي الأهلي بياخد البطولة بيكمل آخر مشوار البطولة الأفريقية بيلعب سوبر أفريقي بيلعب كأس العام القندية التلات مباريات فبيرجع يلاقي عنده بعض المباريات موجلة خدم النادي الأهلي السنة دي عن السنة اللي فاتت خدمة قليلة او بسيطة ان منتخب مصر كان مكمل لغاية نهاية أم أفريقيا فالدوري كان متوقف والنادي الأهلي رجع ففاتوا جولة وكان جولة قبل وقت كأس العالم لوقت كأس سوبر فبالتالي بقى الامر جولتين فقط لغير فتخيل الجولتين دول لما هيجوا تحطوا في معايد زي دي هتلاقي نفسك بتلعب كل 72 ساعة داخل خارج داخل خارج مباراة المريخ فقط لغير اللي خدمتنا الظروف ان المريخ اختار انه يلعب في القاهرة مبارياته ولعب النهاردة مع سنداونز وتعادل 00 في مجموعة النادي الأهلي لكن فكرة انك تلعب كل 72 ساعة ده أمر مرهج جدا طب انا هنا بقى هتكلم عن مباراة بيرامدز وهروح لجرز الانذار من الآخر انا من الاول بالنسبة لي فيه مشكلة لكن مباراة بيرامدز دي وكأن القدر وهنسميها القدر يعني هنقول القدر هي بتيجي كده قدريا ان قبل مواجهة سنداونز دايما تلاقي فيه مواجهة صعبة كده تقابلك يعني تتحطي لك مواجهة صعبة يعني مساء 2019 المواجهة اللي خرجنا منها الفوز الوحيد كان لسنداونز كنا بنلعف بركة مياه حرفيا حرفيا ولعبنا مطشين الزمالك واللاتحات واللاتحات 48 ساعة باللاتنين تمام حرفيا أمر صعب تيجي تلعب البطولة الماضية يوم تلاقي الزمالك يوم عشرة وهتلعب مع صندوز يوم 14 الزمالك تمام النهاردة الزمالك كان هو اللي بينفسك على الدوري حاليا منافسك على الدوري ومتصدر الدوري بالأرقام بيرامدز فيجي يحطي لك بيرامدز يوم تمانية طيب كابتن عامر الحج عامل حسين أنا طبعا سمعت له تصريح بيقول هو ده اللي عندنا يعني فيه معناه هو ده اللي عندنا يا ازاك يا حج عامر قالك أنا جبت الأندية قعدناه منهم جامعة الظروف صعبة جدا والأمور صعبة جدا فزقوا معنا الموسم زي زقوا معي اليوم كده هنعمل يا حج عامر قالك احنا ممكن نقسم الجدول بقى مجموعتين نلعب دور واحد نشوف حلول كتير كل الفرق قالت ايه قالت لأ لازم الدوري يكون بشكل طيب من يدفع ضريبة ده هو النادل ايه أنا ازاي هلعب يوم تمانية وسافر جنوب أفريقيا عشان لعب يوم حداشر كانت اللايحة اللي قبل الحج عامر حسين وهنا يعني نداء لربط سيلندية كان بيتقال لما تيجي تلعب مباراة خارج ملعبك لازم تكون المباراة إلا على ملعبك لانت لعب في الدوري فارق بينه ماربع أيام أنا هنا فارق اتنين وسبعين ساعة تمانية احداشر يعني هرايح تسعة وعشرة مش هرايحهم هسافرهم تسعة وعشرة وروح هلعب سانداونز في جنوب أفريقيا أعتقد الأمر صعب جدا ده على مستوى تنظيم بعض المباريات لان النادل آهلي بالتأكيد انتوا عارفين بالتأكيد ومش محتاجة شك يعني انه بيمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا لكن بالنسبة لنا احنا بقى ازاي نتلاشى ده بعيدا عن المباراة الازمة دي وكمان لما ارجع من سانداونز هلعب مباراة في كاس مصر ممكن نتعاون فيها ونحل الأمور لكن ازاي حل ده وانا عندي إصابات لان انت ممكن نهاردة قبل الموسم انا واحد من الناس تقول انا عندي فريق ايه صحيح تمام غاب عني بقى نص فريق فبقيت انا بفريق ونص يعني احرف فيه هنكاته غاب عني لعبين ان شاء الله الكابتن شناو راجع بيرسيتاو راجع بدر بنون لسه أموره مش متضحة عندنا أكرم توفيق إصابة فبالتالي انت عندك الروتيشن ممكن يكون فيه بعض اللاعبين مش هتقدر تريح بشكل كافي بص هو مستحيل تعمل روتيشن بفريق كله الكواليتي بتاع واحد صعب جدا وده مش هيحصل ولكن انا شايف ان فيه بعض المراكز زي ما بقول انت عندك مباريات فيها رفايات الروتيشن المقصة وفرقه تحديدا ما بين مباريات مهمة وهي ساندونز والمريخ عندك روتيشن عندك انت رمي ربيعة واي من أشرف تقدر تستغلهم مع السنائدة مش كل الماتشاط هتحتاج تلعب بالتلاتة فمش هتحتاج كل الماتشاط حمدي فتح وديانج عندك هاني في الجبل يمين دلوقتي بقى موجود كريم فؤاد تقدر تحط يمين وشمال كريم فؤاد لو انت برضه هتحاول تريح معلول على الأقل مباريات لان معلول بصراحة الموضوع صعب جدا ومن أكتر اللعيبة اللي انا شايفه طول الوقت محافظ على مستواء بس انا قاعد الآن من الدروب الفن التاع هتجي بعد كده في الأجنحة عندك حسين الشحات يقدر يضيف كحد موجود عندك عبدالقادر عندك طاهر عندك عدد عندك أفشة برضه كان مهما كان أسباب فنية أو غير فنية اللي خلته رايح بس هتستفيد بيها عندك حسين حسن عندك بيرسي تاو عندك مكسوني برضه في الأجنحة تقدر وليد سليمان وليد سليمان طبعا وليد سليمان شايفه انه واقف على رجله وقد النظر عن قراره يعني لكن هو كان ظهر بصورة كويسة في كأس الرابطة وظهر بصورة كويسة في مباراة بالميرس لما نزل الوقت اللي خدم فالروتيشن يعني أسامة كسكواد متاح بس أنا عندي مشكلة المريخ درامتز سانداون ده بقى هنا محتاج البيج موسيماني في وقت كده يفكر ويفنن ويشوف التلات مباراة دول حيدرهم لا أنا مش أنا محتاج يتبع الليحة معايا خارج الصندوق ده هو الصندوق نفسه خارج الصندوق بمعنى أن الابشن ده مش موجود أن أنت تقدر تبني خططك أنا فاهم لكن لازم يكون بتاع الناس المسؤولين وربطة الأندية تشايف الأمور بشكل واضح أنا هلعب في جنوب أفراقيا يعني أنا في آخر القارة هلعب إزاي يوم تمانية ويوم 11 دي نقطة بس درس انظار من دلوقت كده عشان تكون الأمور واضحة وأنا عارف أن النادي الآلي نهاية أنا النادي الآلي المصري نرجو أن ناخد بالنوصدي طبعا النهاردة كان قرأة كأس مصر ودور الـ 32 تقريبا لتحدد اللي هيتحط ما بين المباراتين اللي احنا كنا سايبينهم دول يعني كنا عمليين فريق خمس أيام آخر مباراتين لا فيه خلاص هيدخل ما بينهم من 11 ل 15 مارس مباراة المصري السلوم المصري بالسلوم هي هي المشكلة برضو انت عندك سانداونز بس ما زلت بقول أنا حاجات عندي فيه رفاهية ده ماتش عندي رفاهية مش هنتكلم بالزبط اه احنا هنا والله بنتكلم بانطقية انما أنا زياني بقولك أنا عندي بانك زوار من فكرة الماريخ برامتز سانداونز هنا بقى ده هيأثر على مصيرك في الدوري وحيأثر على مصيرك في دوري عبطال أفريقيا وحيأثر على فكرة أول وثاني مجموعة يعني اعتقد ده مهم جدا ولكن ان شاء الله بس انا أقولك بقى حاجة بره حيأة صندوق خالص يعني احنا ممكن نعمل روتاشن في مبارات سانداونز برا سانداونز برا ازاي ان شاء الله نكون حاسبنا الأمور من بدري اصدق في المبارات تانية لايف دوري عبطال أفريقيا نقدرين نعمل지가 أحدا بدوري عبطال أفريقيا ان شاء الله بإذن الله ومكان البعض مبارح بيقول احنا بدأنا نتفاعل بفكرة التانية آخر سنتين في المجموعة يبنعمل روتاشن وبنعمل روتاشن برطولة أعفلك إن شاء الله